بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خنق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودونه تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء من أبيم منع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذامان وبنين إذا تتنى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسنه على الخرطون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مسمحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخننها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسقهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتناومون قالوا يا ويننا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات نهيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيهن ما تخيرون أم لكم أيمان علينا بانغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم ذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيثنا يعلمون وأمي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم لولا أن تداركه نعمة من ربه ننبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أما هو إلا ذكرين